و الى الخبر الاخير حيث اقامت جمعية الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف في العاصمة الامانية برلين حفلا لتكريم خريجي الجامعة والمدارس الثانوية المتفوقين هذا الحفل الذي يحاول ابهار الوجه الحضاري للمسلمين وزيادة الوعي لدى الشباب شارك فيه الطلبة وهم من اكثر من عشر جنسيات القائمون ومن خلال هذا الاحتفال بيّنوا انهم قادرون على تقديم النجاحات واعلام الغرب بانهم يحملون ارثا حضاريا لا سيما وان المسلمين يشكلون جزءا لا يستهانوا به من العالم تقرير محمد الخفاجي تقوم جمعية المهدي عجل الله فرجه الشريف في برلين بمحاولة اظهار الوجه الحضاري للجالية المسلمة في المانيا ولزيادة الوعي عند الشباب المسلم من اجل السعي للتفوق العلمي من خلال تقديم هذه النماذج الرائعة اذ تقوم منذ ثماني سنوات باقامة حفل لخريجي الجامعات والمتفوقين من خريجي البكالوريا من المسلمين في قاعة كلية التكنولوجيا في برلين انه نحن هون باولمانيا المسلمين مش متل ما بقولوا بالتلفزيون وعلى الكاميرات نحن هون قادرين انه نتحرج وان شاء الله نفتع الجامعة ونكبر بالمجتمع ونحن نفرجيهم كمان انه شو علمنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في كل عام تستضيف الاحتفالية شخصية علمية المانية ضيف هذا العام هو الدكتور يوغن تودن هوفر وهو من اكبر الشخصيات العلمية في الجامعات والمدافع عن المسلمين في كثير من البرامج في التلفزيون الالماني ويشارك في الحفل العشرات من الخريجين لهذا العام ويتم تكريمهم في نهاية الحفل وتقديم الشخصيات المسلمة النموذجية في المانيا ارى ان المسلمين لديهم الكثير من الفرص للتطور في المجتمع وتحديدا هنا في المانيا نحتاج الى القوة الشبابية وللكثير من المختصين هذا الحفل مهم جدا كون ان المسلمين يقولون للعالم اجمع اننا موجودون وقادرون على الانجازات وفي كافة المجالات اولا تعريف الشباب على اهمية العلم والبحث عن العلم والنقطة الثانية ان ندخل على هذا الاحتفال مضامين سياسية اجتماعية نريد من خلالها تغيير واقع سيء تعيشه الجالية العربية والمسلمة في المانيا محمد الخفاجي قناة كربلاء الفضائية برلين المانيا